نوع الدارس القراءة اسم الدارس القرد والغيلم القرد والغيلم ارتق قرد شجرة تين وجعلها مقامه وبينما هو ذات يوم يأكل من ذلك التين إذ سقطت من يده تينة في الماء فسمع لها صوتا وإيقاعا طرب فجعل يأكل ويرمي في الماء وكان في الغدير غيلم يلتقط كل تينة تقع ويأكلها وقد ظن أن القرد إنما يرمي التين لأجله فأنثى إليه ورغب في مصادقته ولما فاتحه في الأمر لم يخيبه طالت غيبة الغيلم عن زوجته فجزعت عليه وشكت حالها إلى جارة لها وقالت خفت أن يكون قد أصابه سوء فقالت لها جارتها بلهجة حازمة إن زوجك في طرف الغدير قد ألف قردا وألفه القرد فهو مؤاكله ومشاربه وهو الذي قطعه عنك ولن يعود إليك زوجك حتى تحتالي لهلاك القرد وكيف أصنع؟ إذا وصل إليك تمارضي فإذا سألك عن حالك قولي إن الأطباء قد وصفوا لك قلب قرد وحين عاد الغيلم إلى منزله بعد مدة وجد زوجته سيئة الحال مهمومة سألها عما أصابها فأعلمته جارتهما بأنها مريضة مسكينة وبأن الأطباء أشعروا عليها بقلب قرد ونبهوها إلى أن لا دواء لها سواه أطرق الغيلم قليلا ثم عاد إلى الغدير كئيبا مهموما تعجب القرد من حال صاحبه وسأله أراك على غير عادتك فما الأمر؟ وما حبسك عني؟ ما حبسني إلا حيائي فلم أعرف كيف أكافئك على إحسانك إلي فكرت ولم أجد أفضل من أن تزورني في منزلي فإني أسكن في جزيرة طيبة الفاكهة ولقد علمت أن أفضل ما يلتبسه المرء من إخلائه أن يدخل منزله وينال من طعامه وشرابه ويعرفهم بأهله وجيرانه رغب القرد في الذهاب مع الغيلم فنزل ورقب ظهره سبح به الغيلم حتى إذا بلغ منتصف الغدير لكس رأسه ووقف فسأله القرد ما لأراك مهموما كأنك تحدث نفسك اشتد المرض بزوجتي يا صديقي حتى أقعدها ألم تعرضها على الطبيب؟ بلى قد فعلت فأكد لي أكثر من طبيب أن لا شفاء لها منه إلا قلب قرد لما لم تعلمني بالأمر عند منزلي حتى أحمل قلبي معي؟ إننا معشر القردة إذا خرج أحدنا لزيارة صديق له خلف قلبه عند أهله أو في مسكنه فإذا شئت فارجع بي إلى الشجرة حتى آتيك به فرح الغيلم فرجع بالقرد إلى مكانه وما أن وصل الساحل حتى وثاب القرد عن ظهر الغيلم وارتقى شجرة التين عن ابن المقفع كليلة ودمنا دار المسيرة بيروت 1981 من الصفحة 219 إلى الصفحة 223 بتصرف الشرح جعل القرد الشجرة مقامة قاف وعوميم أقام بالمكان أي لبثا فيه واتخذه وطنا جعل القرد الشجرة مأوا أو وطنا الغيلم هو ذكر السلحفات لم يخيب القرد الغيلم خاء، ياء، باء خيبه، حرمه ولم ينره طلبه وافق القرد على طلب الغيلم مصادقته قطع القرد الغيلم عن زوجته أي جعله ينشغل عنها نكس الغيلم رأسه نون كافسين طقطعه خجلا أكتشف النص السؤال الخامس لماذا صدق الغيلم أن القرد خلف قلبه في مسكنه أو عند أهله؟ الإجابة سدق الغيلم أن القرد خلف قلبه في مسكنه أو عند أهله لأن القرد لم يظهر له أي قلق عند معرفته ما كان هو فاعل به ولم يحسسه بأي خوف تجاه ذلك بل بالعكس فطريقة رده كانت تحمل بعضا من اللوم لكونه لم يخبره بذلك منذ البداية حتى يتسنى له جلبه وكأنه بالفعل قد نسيه في مسكنه أو عند أهله السؤال السادس ارتكب الغيلم خطأي ما هما؟ الإجابة الخطأ الأول عند تصديق ما قالته الجارة عن حالة زوجته وما أشار عليها به الطبيب الخطأ الثاني تصديق القرد بكونه قد خلف قلبه في مسكنه أو عند أهله با على ما يدل وقوعه في الخطأ مرتين الإجابة وقوعه في الخطأ مرتين يدل على أنه ساذج فهو قليل النباهة والدهاء ينخدع بسهولة وقليل التبصر بالأمور السؤال السابع ربطت جارة السلح فاتي عودة الغيلم إلى بيته بهلاك القرد آ ما هو التركيب الذي استعمله للتعبير عن ذلك؟ الإجابة التركيب الذي استعمله للتعبير عن ذلك هو تركيب شرطي با استعمل هذا التركيب مستعين بما يلي اللعب مراجعة الدروس بدء الحصاد إصفرار السنابل الإجابة لن ألعب حتى أراجع دروسي لن يبدأ الحصاد حتى تصفر السنابل أبدي رأيي صدقت السلح فات ما قالت هجارتها عن زوجها دون أن تتأكد من صحة كلامها ما رأيك في تصرفها؟ الإجابة تصرف خاطئ لأنها لا تعلم ما إن كان ما قالت هجارتها عن زوجها صحيحا أم خاطئا فربما أرادت بها كيدا با كيف يمكنها أن تتأكد من صحة هذا الكلام؟ الإجابة كان عليها أن تنتظر قدوم زوجها وأن تستفسر منه سبب تأخري هذا دون حاجة لها للعمل بقول جارتها السؤال الثاني واجه الغيلم مشكلا ما رأيك في الحل الذي لجأ إليه؟ الإجابة إنه حل غير عادل لأنه خان صداقته للقرد واستخفله بفعلته تلك أتوسع أعود إلى كتاب كليلة ودمناء لعبد الله بن المقفع وأختار منه قصة طريفة أعجبتني أ أرويها على أصدقائي با أتحاور معهم حول مواقف شخصياتها